وضعنا النهارة الأهلي وإمبي مباراة لها حسابات كتيرة جدا تسعى أنك أنت تحفظ على صدارة الجدوى للترتيب تسعى أنك أنت تريح عدد من الوجوه اللي بذلت مجهود كبير في الفترة الأخيرة ومحتاج تديها نفس قبل ما تروح لمباراة النهائي تسعى لتجديد الضائفة عند بعض اللاعبين بإتاحة فرصة لهم في أسماء كتير قوي ما شاركتش بقالها فترة طويلة برونو سافيو وشادي حسين في أسماء رجع من الإصابة زي السلية رامي ربيعة تفتكر كولر ممكن يفكر في المباراة دي إزاي كابتن حشيش والله طبعا هتكلم الأول على أهمية المباراة هي مباراة طبعا قوية ودائما مباراة الأهلي وإمبي بتبقى مباراة قوية لأن إمبي فرق من الفرق المحترمة إدارة كويسة والعيبة يعني نوعية العيبة محترمة جدا جدا كمان إمبي في المنطقة الدفئة في الجدول فمعلهاش ضغط أنها خايفة من الهبوط أو برضو بعيدة عن أنها تقدر يعني تبقى مربع زهدي هي منطقة الدفئة دي بقت واسعة قوي عندنا كابتن حشيش بس لحد ما هم ما يعرف حاجة وثلاثين كنت معرف مثلا أنه الطبيعي أنه يبقى فيه 3-4 عندها بيتنفسه فوق و3-4 عندها بيتنفسه تحت والباقي كله أنا ملاحظة أنه الحقيقة يعني باستثناء طبعا الجيش والدخلية وحرس الحدود الفرق كلها تقريبا دخلة في بعض بالضبط هي طبعا عندك اللي هم مثلا حوالي 5-6 تحت قرابين أو من بعد اللي ماتش بيطلع وماتش بينزل صحيح أنا بتكلم على الأساس أن أمبي في منطقة أعلى شوية أعتقد أنه هو 32 بنت تقريبا 36 بنت أو 36 بنت مركز تيسع دلوقتي ولعب 28 مباراة مصبوط حوالي 6 مباراة مصبوط فهو بالحسابات كده يعني حتت الهبوط بعيدة بعيدة عليه وفي نفس الوقت برضه أنه يوصل للمربع الزهبي برضه فرق لو حسبت لو خد حتى الماتشات اللي جاية كلها 11 بنت هيبقى برضه أقل من يعني هيبقى يوصل مثلا خامس سادس أو حاجة زي كده فهو بلعب من غير ضغوط بلعب قدام النادي الأهلي النادي الكبير متصدر الدورة دلوقتي يهمه طبعا أنه هو يعمل مباراة قوية ضد النادي الأهلي لأسباب كثيرة جدا منها أسباب خاصة باللعبة هي التسويقية للناس اللي طبعا عقدها ابتدت خلاص شرفت على الانتهاء عايز برضه يسوى نفسه قدام نادي القمة يلعب بمزاج حتى زي بقولك المدرب يعني أنا أعتقد أن تامر سيقول لهم لعبوك ومبسطه قدام النادي الأهلي وما فيش أي ضغط عليكو يعني في المقابل للنادي الأهلي عنده معضلة صعبة جدا عايز يكسب المباراة عشان المؤجلات يبتدي أنه هو إن شاء الله يكسبها وخلاص يوصل للفرق اللي ما ينفعش بعد كده حد يعني يحسب البطولة وفي نفس الوقت عنده مبارات أهمة في بطولة كبيرة جدا جدا عنده دور نهائي وماتش خلاص يوم أربعة وفي نفس الوقت أنت عندك مبارتين قبل يوم أربعة عندك المبارات والجيش وعندك سيراميكا بعدها يعني ده لو بقى ما حصلش أي كلام يعني إحنا يسه بنتكلم على الاتنين دول هما الطبيعي يعني فعايز طبعا ما يبقاش فيه إجهاد على اللعيبة اللي موجودة عايز يدي فرصة طبعا للناس اللي هي بعيد زي ما أنت قلت عشان برضو يقربها تحسبا لقى زروف الكرة علمتنا أن يعني لقدر الله فيه إصابات فيه أي حاجة يبقى ناس قريبة ما تبقاش بعيدة قوي فلما يلاعب بعض الناس النهاردة اللي هي بعيد طبعا مش بالأعداد الكتير يعني حوالي مثلا اتنين تلاتة من اللي هما بعيد قوي يبتدي يديهم النهاردة وقدام انبي مباراة قوية وفريق قوي يبقى استعداد كويس لهم يقدر يكسبهم في وسط التشكيلة الكبيرة اللي هو بصراحة كولر أجاد فيها السنة دي أنه بدل ما كان الاعتماد على 14-15 لعيب لا دلوقتي فيه بتكلم على 19-20 لعيب جاهزين بيبتدي يعمل تبديل وتوفيق بينه بين المباريات وفي نفس الوقت وصلنا المرحلة أن انت لما بيغير تلاتة في الفرقة دلوقتي ما بتحسش أن فيه تنافر لا بالعكس الانسجام هو هو اشتركوا في القناة